أنا كتبت مبارح حاجة في الأجازة يعني وقلتها رأي رأي في مدربين كبار الناس حبيته سواء بقى مصريين عالميين أهل زمالك منتخب قول زي ما تقول قول بس مرس الكولر على مستوى التطوير الفردي للعبين وعلى مستوى التطوير الأداء التكتيكي والفني للفريق وعلى مستوى التعامل مع اللاعبين على مستوى التعامل مع الإعلام إداني انتباع ليه أنا؟ إنه ده أفضل أجنبي أنا شفته في الكورة المصرية هتقول لي لأ يامني أنت آهد ده ده فيه أساطير طبعا طبعا مش هزاقول أسماء عشان ما منساش وعاد تاني كلهم أساطير الأساطير كمان بس مرس الكولر متكامل جدا جدا متكامل على الفرازة يعني تحية للإختار مرس الكولر بالمناسبة في النادي الأهلي مرس الكولر لما جي النادي الأهلي الناس قاعدت تسأل ليه مرس الكولر؟ مالوش تجربة أفريقية ولا عربية ولا ولا وانت غيبوا كمان بعد السوارش اللي عمل أداء سيء جدا مع النادي الأهلي فانت أخد ريسك تاني ليه؟ فطبعا كان هتحمل إدارة النادي الأهلي انتقادات واسعة جدا جدا لو كان مرس الكولر دوت ما نجحش فدلوقتي يستحق كمان اختار مرس الكولر كل التحية بكل تأكيد اشتركوا في القناة